دكتور هشام في حاجة أنا بعد أفكر في مثلا صديقي العزيز اللي ما يعرفنيش إيلون موسك بيطور الشركة عنده أو بالفعل عمل اشتغل على تطور الشركة عنده وعنده مركز متعلق بصناعة تكنولوجيا لرفع كفاءة الإنسان والكائن البشري وتشيبس بتتزرع فش عارف فين في المخ وخلى يعني أنا شفت كانوا عاملين مؤتمر خلى حد غير مبصر يعني يميز مبدئيا الأشكال والحركة وما إلى ذلك ووعد وقتها كانت كنت من أربع سنين قال إنه إحنا قريبا هنخليه كمان يقدر ينبس نظارة يميز بيها الألوان وما إلى ذلك ده نوع من التكنولوجيا أظنه فائق بس إذا أنا أخذ من كلام دكتور محمد شكر التعاونات الدولية اللي بنعملها مع مركز كبيرة تطلع بقى مركز موسك تطلع مركز حد تاني إلى آخره بتمشي إزاي وإزاي بنقدر نختارها أو نخلق هذه البروتوكولات وطبعا الأساس فيها لازم تكون جامعات مميزة وبرامج مميزة فإحنا مثلا في موضوع الأطراف الصناعية دي بنعمل بروتوكول في القريب العاجل إن شاء الله مع ستراس كلايت في سكوتلندا دي من أشهر الجامعات في الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وده تم طبعا اختيارها مع طبعا مع الوزارة ومع الفرق العمل في الوزارات المختلفة عشان تميزها في هذا البرنامج فحتى لما بتعمل مع جامعة أو حاجة بتعمل لبرنامج ما بتخدش بقى الجامعة عشان تعمل في كل العايز البرنامج ده العايز البرنامج ده في الجامعة دي لتميزها على مستوى العالمي وهكذا برضو بالنسبة مثلا لحاجات في فلوريدا يونيفيرستي مميزة مثلا في الارتفاشل انتليجنس أو في سايبر سيكيوريتي فبالتالي بيتم الاختيار على هدف معين عشان تحقق الرقي ده الكريكلام نفسها زي ما الدكتور محمد نادا بيقول احنا لازم تكون جاية طبقا للانترناشنال ستاندرد ما خدناش لسه معايير عالمية معايير عالمية ما خدناش لسه المعايير عالمية احنا لسه جمعاتنا شيئا لكن المحتوى من الاول جاي على المحتوى العالمي بحيث ان احنا هنمشي في اجراءات ده من ضمن المعستيرات سكرايد مثلا في الاطراف الصناعية عندنا تلات نقاط للتعاون الدولي النقطة الاولانية بتاعتنا ان احنا يراجعوا المحتوى بتاعنا بحيث ان هو يبقى محتوى عالمي وهو بقى عن محتوى بس طبعا هيحدثوه من نقطة رقم اتنين انه هناخد الانترناشنال بحيث ان احنا نبقى معترف بينا للاجهزة التعويضية والاطراف الصناعية ترخيص دولي يبقى الطالب اللي يطلع زي ما حركته تفضلت في اول برنامج خالص قادر على ان هو يشتغل في مصر او في اي دولة تانية يطلع الماني يطلع اسكتلاندا يطلع امريكا هو خلاص الرقم الثلاثة دي والدجري بحيث بقى ان هو يعمل سنة اتنين هنا مزدوجة هنا ويروح يكمل هناك او اللي هناك يجي يكمل هنا المؤمن في الاخر خلاص هو باخد انترناشنال فده بنجهز الطالب وبيرفع مستوى الصناعة انا عايز ارجع تاني ان هو ده كله عايز يرمي في الصناعة عشان يرفع المستوى بتاعها لانك انت لو رفعت مستوى الانسان جوه الصناعة هو ده العامل الاساسي في الرفع المنتالي بتاعته اللي يقدر اتعامل مع الاجهزة والمعدات كمان عندنا في جامعة القاهرة التكنولوجية احنا بنفتتح ان شاء الله في نهاية اكتوبر اول حاضنة تكنولوجية في الجامعة التكنولوجية الحاضنة التكنولوجية والابتكار والاختراع والريادة الاعمال الغرض منها الاساسي يعني اطلاق العنام بقى للطلبة والابتكار والاختراع وانه عنده مكان جوه الجامعة يبتدي يرعى ويعمله ستارتاب مش بس يبقى موظف ليه بس يبقى موظف طبعا انا قريدي بشتغل بايدي وعندي الفكر بتاعي طبعا انا بتدي يكون شركتي والجامعة تعمل مكان تتبنى فيه الستارتاب والافكار الجديدة فبالتالي التعليم لازم يتغير الفكر بتاعه ولازم نغير فكر الولاد ان هو لازم هيطلع عشان هيبقى موظفته مش يطلع موظفته يعني ده من الدرجات لكن ليه ما طلعش وابقى عندي شركتي وطبعا حالك عارف ان ريادة الاعمال في العالم كله هي الاستثمار الامثل في الابتكار والاختراع وهذا المجال حاليس بقول له ايلون موسك يعني حاجة بقى اغنى رجل في العالم اشتركوا في القناة